اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية شرحنا في المحاضرات السابقة عناصر الـ HTML وأكيد رح نرجع إن شاء الله في المستقبل نشرح العناصر المهمة اللي ما شرحناها سابقا ابتداء من هذه المحاضرة رح نبتدأ تنسيقات CSS أيضا رح نشرح أهم التنسيقات اللي يتمكننا من برمجة التطبيق مبسط وأكيد أيضا رح نرجع نشرح الأوامر اللي لم تشرح حاليا نأخذ هذا المثال اللي تعلمناه بالمحاضرات السابقة عبارة عن Dev وهذا Dev تم عمل تنسيق إليه بشكل مبسط طبعا نشرحنا إنه في HTML توجد قسمين القسم الأول اللي هو الهيد والقسم الآخر اللي هو البودي طيب هذا البودي ممكن أنه نعطيه تنسيق متكامل هذا التنسيق يكون ستندر يعني شنو ستندر يعني أنه هذا التنسيق في حال لو إحنا أجرينا التنسيقات رح تأخذ التنسيقات الجديدة ولكن لو ما أجرينا هذا التنسيقات ممكن رح البرنامج أو المتصفح يأخذ التنسيقات الستندر اللي رح ننخليها طبعا هذه التنسيقات الستندر اللي رح نخليها تسمى فريمورك والفريمورك يعني إطار عمل الإطار عمل اللي هو عبارة عن محددات ونقاط هذه النقاط ممكن أن المتصفح يستخدمها في حال لو إحنا ناديناها من خلال كود CSS طبعا إذا كان الفريمورك CSS وأكو فريمورك HTML وفريمورك اللي هو BHP مثل كود إغنيتر طبعا وتوجد الكثير والكثير من فطور العمل اللي هو الفريمورك طيب نجي ناخذ مثال مبسط لو إحنا إجينا أنشأنا مجلد هذا المجلد لو إحنا نطيناه اسم رح يأخذ الاسم الجديد اللي هو مثلا بها طيب لو هذا المجلد إحنا ما نطيناه اسم يعني إجينا قبل مجرد ضغطنا في نيو فولدر وإنتر رح يأخذ الاسم الافتراضي الاسم الافتراضي اللي هو الويندوز اللي معطي لي هذا الاسم طيب يعني إحنا لو سميناه رح يكون بهاء لو ما سميناه رح يكون رح يكون نيو فولدر واضح أطور العمل هو عبارة عن ستندر أو عبارة عن تنسيقات هاي التنسيقات لو إحنا غيرناها رح البنتصفح يستخدم التنسيقات اللي إحنا غيرناها الجديدة لو ما نطيناه تنسيقات رح يمشي على التنسيق اللي إحنا خليناه اللي هو الاستندر جيد يعني مثال ممكن نوضح نجي إحنا هنانا بالستايل ممكن ننطي تنسيق إلى البودي هذا البودي كله اللي هو به الجسم الموقع ممكن إحنا ننطي تنسيق نكتب بودي وعفوا نكتب بودي وطبعا ننطيها التنسيقات السي اس اس آسف طبعا لازم هاي تكون بأسفل الستايل طبعا لازم تكون بداخل الستايل طيب ممكن ننطيها كتاب ممتاز ممكن باب التنسيق جيد طبعا هذا البودي ممكن ننطي كولر مثلا ننطي كولر مثلا بلو ولو أنا ما أحب البلو طبعا ممكن يكون هذا اللون اللي هو داركين جرين اللي هو اللون الجميل ننطي كونترول اس طيب نجي اللي احنا راح نضغط على رفرش راح نلاحظ ما يتأثر شي طيب ليش لأن احنا هنانا معينين لون في حال لو هذا اللون احنا ما عيننا حذفنا كونترول اس نلاحظ انه الالوان راح تكون جرين يعني شو يعني أنا اجيت هنا أنا خارج الدب اجيت ضفة مثلا اتش ون مثلا هذا الاتش ون راح اكتب به مثلا بها وورد واضغط كونترول اس راح اجي هنا أنا رفرش راح اللاحظة يكون يكون باللون الجرين طيب شون اللي يتغير اللي يتغير قبل ما احنا نضيف هذا اللون اللي هو هذا طبعا هذا اللون ممكن ناخذ كونترول اس dessus إذا اجي اسو وخرفرش راح يجي اللون الافتراضي اللي المتصفح مخلي اللي هو اللون الاسود طيب احنا هذا اللون راح يكون افتراضي في حال لو غيرنا اللون راح ياخذ اللون الجديد في حال لو ما غيرنا كل عنصر يضاف راح ياخذ اللون اللي هو طيب شيون الغاية من عنده الغاية من عنده انه بأعض ا inadه ما يحتاج احنا ننطيها تنسيقات ممكن ننطيها تنسيق واحد وهي تاخذ التنسيق الستندر بالموقع يعني مثلا احنا نريد كل العناصر تكون حجمها 15 بيكسل او اللون يكون فلان لون مثلا احمر او اخضر وتكون المحاذات الى اليمين وهكذا فما يحتاج احنا نجي عنصر عنصر ننطي محاذات يعني بيش حالة راح تكون متعبة جدا طيب فالبودي اللي هو الموقع بشكل متكامل ممكن ننطيه استندر والموقع راح يمشي على هذا الاستندر في حال لو احنا ما نطينا تنسيقات جديدة طيب ممكن ننطيه فونت سايز نجي على فونت سايز يكون مثلا خمسين بيكسل راح نلاحظ العناصر تكون حجمها 50 بيكسل طيب مثل ما تلاهبون كلها راح تكون خمسين بيكسل طيب في حال احنا لو نطينا عنصر يعني مثلا لو اجينا هنانا دوت بهاء او عدنا هذا الدوت بهاء ممكن لو اجينا هنا نطينا فونت سايز مثلا عشرين بيكسل راح نلاحظ انه هنا راح نلاحظ انه بهاء راح ياخذ التنسيقات اللي احنا نطيناها ولكن العنصر اللي هذا ما منطيحنا تنسيقات رح ياخذ التنسيقات الستندر اللي احنا اعينناها مثل ما تلاحظون هذا التنسيق اللي هو الستندر طيب رح نهذف الحجم ممكن واحد يسأل طيب ما هي الأمور اللي ممكن عينها بالستندر أو بالأطور العمل الفريمورك مثلا ممكن اللون الموضوع الآخر اللي هو الـ Direction Direction اللي هو الاتجاه نلاحظ انه هذا الاتجاه هو اتجاه انجليزي يعني اي عنصر انا اضيفه رح يكون من اليسار الى اليمين يعني حتى لو اجيت هنا نضفت H1 مثلا نضيف H1 مثلا نكتب عالم بها الاحترافي رح لاحظه انه يكون باليسار وطبعا هالشي خاطئ لان دائما اللغة العربية تكون Right to left من اليمين الى اليسار طيب كيف اغير اتجاه الصفحة واتجاه الموقع من خلال عدنا فاتشي اسمه الـ Direction طبعا هذا اضيفه بالـ Body حتى الموقع كله يتغير نتجي نكتب DIR اللي هو الـ Direction وطبعا عدنا نوع عدنا Left to right وعدنا Right to left اذا اخترت Left to right رح يكون انجليزي من اليسار الى اليمين واذا اخترت Right to left رح يكون من اليمين الى اليسار رح نختار Right to left و Control S نلاحظ ان الموقع رح يتحول عربي وكل العناصر رح تكون بالعربي طيب الافتراضي اللي هو رح يكون شنو عربي في حال لو ردنا نغير هذا الدف نخليه انجليزي ممكن نمطيه تنسيقات اخرى انجليزي ونخلي مثلا Left to right نلاحظ انه الامور اللي نسقناها رح تاخذ التنسيقات الامور اللي ما نسقناه رح تاخذ التنسيقات الافتراضية اللي احنا عيناها بالـ Body طبعا هالموضوع كلش مهم ولازم نجري انه بعض الامور نجريها بالـ Body مرة واحدة وبقية العناصر ستأخذ هذه التنسيقات حتى لا نتعب ونختصر الوقت بشكل كبير جدا إن شاء الله تكونوا فهمتم وضوع التنسيقات الافتراضية أو الستاندرد CSS نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى